تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي معانا فرخة لطيفة جميلة عايزة النهاردة تتقدم بطرقة جديدة معانا الطرلي بالخضار تشكيلة من الخضار انت وشطرتك سبانخ جاة ممكن كوسة جزر بسلة بطاطس مشروم معانا فرخة ومعانا البصل ده اساسي والتوم كزبرة خضرة ونشوف نعمل مع بعض ازاي صني الطرلي او طاجن الطرلي بالفراخ المادير على الشاشة في متناول الجميع ولكن الطعم ده طبعا معانا تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي اول حاجة باخد الفرخة دي اقطحها تكافي العيلة والقرايب والحبايم اه يعني تقدمي فرخة سليمة حاجة وانك تقطعيها طبعا دي حاجة تانية خلي بهم جدا واحنا شغالين مع بعض اعلمك ازاي للامانة يعني انك ما تقدرش تعتمد على الراجل بتاع الفراخ انت تقطعها في البيت سهلة جدا خالص اهم حاجة معاك سكينة صغيرة كده بسموها الجزارين طبعا الكزلك يعني مش لازم تجيبي سكينة كبيرة وتقطعها الفرخة بالشكل ده كده اهو دي انا مش عايز حلو الكلام وانا واقف كده الفراخ بعد ما تتقطع ما تتغسلش فرخة تتغسل وهي سليمة ده مهم جدا على فكر فرخة تتغسل وهي سليمة تقطعت ما نصحكيش تخسليها هتبقى زفرة اهو هتفتكر انك لما تخسل الفرخة بعد ما تقطعيها هتشيل الزفارة منها لا خالص اهو حلو بنمسكها كده بالشكل ده كده اهم حاجة تشيل السلسلة زي الشعرة من العجينة كده اهو وناخد النص ده بنقطعوا علي ايه اربع قطع يعني يكفوا اربع منابات ونجي على السدر ده كده تمام زي الفل اللي عم تشيف سهلة دي اهو مش بحتاج انك توديها بقى للراجل بتاع الفرخة يقطعها لك وسهلة خلق مش محتاجة يعني الواحد يكون عنده قوة ولا عصب ولا اي حاجة خلق اما حاجة السكينة تمشي في المفاصل مزبوط اهو بالشكل ده كده وازاي اعمل طاج انطرلي بالفراخ بطريقة جديدة الفراخ عندي زي الفل هتبقى لها تدبيلة سريعة كده مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم وانت بتدبيل الفراخ دي تحط في الاعتبار الطاجن الطرلي يبقى محرمش شوية اوه تقسل الفراخ بعد ما تقطعها من فرق ما نصحكيش فصي توم حلو والله الفرخة بقت في الصينية يا شفيق كانها دي كرومي ربنا بارك فيها بسم الله يا ما شاء الله وهي سليمة يعني ممكن نقول دي صغيرة شوية الملح شوية التوم شوية البهارات الحلوين معايا صانية على النار طاس على النار جريلة على النار حلة على النار بتسخد دي اما حاجة درجة حرارتها تكون عالية جدا ليه عمشيف علشان قدي للفراخ دي الصدمة شفت التحميلة دي الفراخة الشكل ده كده فلطاسة اللي معانا على النار معانا فلفل زي ده كده اه طاج انطرلي يعني حاجة حرشة مكوناته بتبقى حرشة زي الفل معانا الصانية فيها زيت معلاتين صويرين كده عايز الفراخ دي تتحمر بسرعة عشان استفيد بالشربة بتاعتها عشان الشربة بتاعتها اللي هتدي للخضار الطعم لان انا ما عنديش شربة داني هنا ولا شربة لحمة اخد الفراخ زي ما اياه كده الله الله على الريحة الحلوة اولا زفارة مين يا راجل يا طيب اه ازاي التحميلة دي مطلوبة اه اسلم ايدك يا عمشيف وانا شغال كده اخد الفلفل ده كده واسب الفراخ تستوي دي اول ايه خطر بدأناها مع بعض هالوك كلام البلانشة الخشبة اللي احنا قطعنا عليها فراخ نشيلها مش عايزينها انت في البيت نفس التصرف خليكي نفس مدرسة المغازي واحنا شغالين مع بعض هالوك كلام على الفراخ ما تستوي عمشيف هناخد الخضار بتاعنا ده كده نقطعه باشكال حلوة مربعات كريهات مستطيل زي ما انت عايزة بس حط في الاعتبار تاجن التورلي ده لازم يكون شكله لطيف وجميل لانه احنا عاديين بناكل كده من اللي عايز جزر بنائج جزر اللي عايز كوسة بنائج كوسة وها كزا حالو الكلام بسكينة تانية وبلانشة تانية هنبدأ نقطع الخضار بتاعنا ده كده بطريقة ايه بسيطة وسهلة انا ماشي مع حضرتك اوات واحدة واحدة الفراخ على النار نعم حاضر يا غيلي عايز نقلب الفراخ ونشوفها هنايا امر بسم الله الرحمن الرحيم اه شفت الحمر شفت الجمال اه اهم حاجة تطوصة تكون سخنة ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده مكعب الزبنة اللي انا حطته مع الزيت هو سر الايه اللون الاحمر ده اللون لاشقر ده اه الشكل ده كده واسبها تانية على النار تتحمر مش هغطيها انا عايز البخار ده يطلع هقالوا الكلام اه تاخد الخضار بتاعنا كوسة كده مربعات كبيرة كده انا بعشاء الكوسة لما تكون مستوية في مرق لحم في مرق خضار الجزر تقطع كده بالشكل ده كده اه وعلى فكرة الخضروات بالذات فيها ألياف فيها قيمة غزائية عالية جدا انت ممكن تاكل الخضار ومش لازم تاكل فراخ لو انت ملكيش مزاج للفراخ الخضار خد من طعم الفراخ وخد البروتين وتعم البروتين الخضار لما يتقطع سليم بالشكل ده كده بيمتص الشربة بتاعت الفرخة او اللحمة اللي انت بتعمليها واصبح فيه ايه بروتين معنا الخضار زي خل معنا الزيت هنا بيسخل حالو الكلام ناخد الخضار ده نحطه في قلب الزيت اضطر لكل حاجة بتتحمر لوحدية ممكن تعمليه كله نيف ني بس للامانة انا بحبه يتحمر بتحس ان الخضار له شخصية كده في قلب الكسرولة او في قلب الطاجن او الفخارة اللي بتعملي فيها هناخده كده زي ما هو مخرجنا الجميل ينزل كده الخضار بتاعنا الله على الحلوة اهو حال ايه يلا بينا دول كمان نزل نعمل صانية كده ايه ممكن تقعد عندنا يومين في التلاجة ناكل منها بألف انا وشاف معانا بصل زي ده كده حل معانا فلفل اغدر واحمر واصفر برضو نفس الكسة اهو بالشكل ده كده والبصل يتقطع سليم فلفل اللي اغدر بتاعنا بالشكل ده كده نفس الكسة اهو جبيلك سطور زي ده كده كلمة السطور بتخوف بس هيساعدك فتعطيع الخضار في البيت هذا الخضار معانا جايز كده زي الفل ايه الفراخ اغبارها ايه عم الشيف اهو ده ايه ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده اه شفت الفراخ لون هتغير ازاي السر للامانة معلتين زبدة اه اه طب تروح مني فيه لانا هتطلق فلفل الوان وبتحب الالوان وبتحب التشكيل اه شفت دي الفراخ الخضار بيتحمر نشيل دي من هنا كده عشان نوسع لمخرجنا والاسد زيتنا ناخد الكسرولة الحلوة دي كده اللهم صلى عن النبي الفلفل هنا انا مش هحمره بحط هنا كده البصل الجميل الحلو ده بحط مع الفراخ هنا كده منقلبهم كلهم مع بعض تاني وقدرت ان انا اعمل طاجن او صانية طرلي تكفي عيلا يمكن تعمل الطاجن ده في عزومة وعملت حفلة على الفرخة انا عايز اوصل لك رسالة قوية من الخبرة التهوية وخبرة السنين انك تقدري بحاجات بسيطة وليلة تعمل حاجة حلوة قوي الفرخة ازا دي كده اية تخد التشكيل من الخضار الخضار ده موجود في اي تلاجة موجود في اي بيت عملنا منه حفلة اه فرخ مرصها هنا بالشكل ده كده الرصة الحلوة دي كده الشكل اللي يفتح النفس ده كده الخضار التحمر ده كده اللهم مصلى النبوة انزل هنا كده الله شفت الشقاوة دي دي شقاوة مطبخ سموها شقاوة مطبخ اهو انا حطيت الخضار هنا ليه مع الفراخ او مع الباقية بتاعة الفراخ عشان ياخد طعم الفراخ قبل اللي ما حطه في الصينية واجمعهم كلهم مع بعديهم هقالوا الكلام اللهم صلى النبوة ناخد كده ايه الحلوة دي اشف ده انا باجيب الفرخة دي بقولت كف مين ولا مين ولا مين عملت لعليها حفلة مغازي اه كده جوزك يحبت تب في العيلة معروفة انك تست مدبرة شطرة اه شفت الخضار الحلو ده كده صدقيني هياجب جوزك اكتر من الفراخ اه وياجب حماتك اكتر من الفراخ لانها تاكله كده وتستطع مطعم الفراخ فيه شفت الصينية الحلو دي كده لسه ما خلصت شانها مخرجنا اصبر على رزا التركاية والكبيرة والدلع كله جاي نرجع الطاصة دي على النار تاني محلك سرّك زي ما هي كده خلي بالك الشغل هنا شغل عالي معانا تومة الله اكبر معانا مكعب زبدة شفت بقى التركاية اللي مش هتلاقي عند اي حتى مع التوم ده يتحط زبدة على النار خلينا نكف ده نقلب ده كده لا اله إلا الله اهو نقلب كده التومة مع الزبدة اخد طعم التومة مع الزبدة ده مهم جدا انا بس بوصل حاجة مهمة لما تلاقي فرخة عندك في التلاجة طلعها زي ما عمل الشي في المغاز كده وتعملي عليها حفلة زي ما انا عمالت ده توم شوية سماء شوية بوهارات زبدة في الفلسود لسه ما خلصتش كسبرة خضرة الله اكبر اهو شفت الشغل ده كده اهو مع لها في لفلة حلوة اهو في لفلة اللي هي الهريس الحمرة اهو هقالوا الكلام شوية مية من برد الشاي اللي عندك اهو شوية ملح صغيرين عشان نعمل عملية توازن للطعم وهناخد كل ده عم الشيف مغازي بنحطه على الطاجن بتاعنا وندخله الفرق بالشكل ده كده اللهم صلى عليك هيا دي تركاي اهو دي الطشة دي الخلطة اه الله ودوب كده اخد الطعم الفراخ مكان التحمير الزبدة القوام الحلاوة الجمال وانا مش هتخلها الفرن يا مخرج ايه رايك عشان تدلحها كده وانا طالع الفاصل تغزيلها شوية نودحها الطاجن ده لازم يتغطى طبعا بورقة زبدة وبعد ورقة زبدة ورقة فويل ويخش في قلب الفرن سدقيني هتاكل الخضار تاكل البصل تاكل الكوسة تاكل الجزر تاكل الفلفل عايزة تحط بطاطس ماشي كل الكلام ده وتسيب الفراخ للاولاد خنا ناخد بعدين نقطع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع نشوف موقفنا مع طاجن تورلي في تشكيلة من الخضار من خير ارضنا معنا طبق مكرونة بالويت سوس جامت جدا معا مشروم ما ننساش طبق صلطة من خير ارضنا موسيقى نرجعنا حضراتكم بعض الفاصل مخرجنا من الفاصل الاولاني عايز اشوف فين الطور اللي راح بص يا غالي انا مش حرمك من حاجة اه بص اطلعها فين بعد كده يعني اجي بيها عدك في الكنترول معنا كوسة وفليفلة وبصل وفراخ الطشة والكوس بلسة دي هتدها في الفرد شوية انا بس حبيت اورقلك هي وصلت لي فين عشان المصداقية والشفافية شعرنا على ششة القناة الاولى والفضايا المصرية انا شلت الفويل وورقة الزبدة في الفاصل وطلعت الصينية او الطاجن ده على الشبكة من فوق علشان ياخد وش وحبيت اوري لحضراتكم نيفل الفرد حاضر اطلعلك الفرد اه ايه الحلاوة دي صلع الحبيب قلبك يتيب تفاصيل كتيرة جوه الطاجن ده خبرة طهوية جوه الطاجن يا رب يطلع الدبوس في ايدي اللي انا بحب لا طلع ده صدر حتى من صدر اه عشان ادور على الدبوس هتبقى الحالة خلصت خلي بالك اه طالما انت عايز الفراخ تعالوا نقطع الخضار مع بعض واحنا شغالين كده اللهم صلى عن نبي موسيقى